أظهرت بيانات تجارة الغذاء لعام 2020 نموا شاملا في كافة موشرات تجارة الغذاء حقق استراد لغذية نموا نسبته 22.8% والتصدير بنسبة 49.7% التفاصيل جاءت خلال اجتماعا عن بعد لمجلس الإمارات للأمن الغذائي برئاسة معالي مريم المهيري وزير الدولة للأمن الغذائي كما تم خلال الاجتماع مناقشة الجدوى الاقتصادية لتزويد المزارع الحديثة بغاز ثاني كسيد الكربون من أجل المساهمة في تعزيز الانتاجية الزراعية